موسيقى موسيقى أهلا بكم عزيزي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر والتي سنناقش فيها ظروف التفاهمات الأخيرة بين السعودية والحوثيين وتدعياتها على المشاورات القادمة في الكويت موسيقى منذ بدء عاصفة الحزم في 26 عام مارس 2015 تدهورت العلاقة بين مليشيا الحوثي والمملكة السعودية إلى مستوى كبير وذلك أضحت الجارة السعودية العدو الأكبر للانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع وبعد سنة من عاصفة الحزم والخطاب الإعلامي العدائي بين مليشيا الحوثي كطرف انقلابي والسعودية كقائد لتحالف داعم لشرعية في اليمن ذهب الطرفان منفردان لتفاهمات سرية ظهر منها على السطح اتفاق نزع الألغام وتأمين الحدود وكذلك صفقة تبادل الأسرة وجثث القتلى بين الجانبين ما يثير الانتباه غياب ممثلين عن المخلوع صالح حليف المليشيا وشريك الانقلاب في هذه التفاهمات وهنا يتصاعد الحديث عن اجتداد الخلاف بين حلفاء الانقلاب ما يعني ارتفاع احتمالي التفاكك كلما اتجه الحوثيون نحو البحث عن حلول لإنقاذ أنفسهم بالمقابل تظهر أيضا علامات استفهام كبيرة حول غياب ممثلين عن الحكومة أو حتى معرفتهم بتفاصيل ما يجري في هذه التفاهمات إذن غموض كبير ثير تساؤلات كثيرة لماذا وافق الحوثيون على وقف العمليات العسكرية في الحدود السعودية هل هناك صفقة بين الطرفين من نوع ما وما هو موقف الحكومة من هذا كله وأين يقف المخلوع وقواته من هذه التفاهمات وهل يعني ذلك تفكك تحالف الانقلاب هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في هذه الحلقة من فضاء حر مع ضيفينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي ومن بيروت عمق المجلس السياسي لجماعة أنصار الله محمد البخيتي وسينضم إلينا لاحقا عبر الهاتف مستشار رئيس الجمهورية السيد محمد موسى العامري ورحب بكم ضيفي الكريمين والبداية بسؤال مشترك لكم في دقيقة واحدة أطلب الإجابة خلال دقيقة واحدة إذا سمحتم سيد البخيتي ما الذي يجري في الحدود هل هناك خطوات نحو التهدئة أم هي صفقة سياسية سرية بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أود أن ألفت انتباهكم إلى ضرورة أن يتم تسمية المكونات بمسميتها أن يسمى أنصار الله بأنصار الله وليس بالمتمردين هذا ما تم الاتفاق عليه نعم أن تسميهما شئت نحن ونحن نسميهما الطريقة التي تناسبنا لا لكن أختي الفضل أننا اتفقنا على هذا الأساس نعم نحن عرفنا بك كعوض مكتب السياسي أنصار الله نعم حتى ولو من أجل أن تكونوا لأنه الآن أنتم هناك عدة أطراف مختلفة في هذه الحلقة فينبغي تسمية كل طرف باسمه مالا فسأضطر الانسحاب لأن الحلقة قامت على أساس ماذا أن يكون هناك عدالة سواء في توزيع الوقت أو أيضا في التسميات وفي التوصيطات نعم نعم هل أنتم مستعدين لهذا الشيء أم نعم نعم تفضل الآن نحن كنا نسأل حول ما الذي يحدث في الحدود هل هي تهدية هل هي صفقة سياسية ما هو التوصيف الدقيق لما يحدث نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما حصل هو تهدية ولكن طبعا هذه التهدية قد اخترقت حيث أن وسائل الإعلام التابعة للعدوان قد تفاخروا بخرج هذه الهدنة حيث أكدوا على أنه هناك حصل تقدم كبير لقوات المرتزقة في ميدي ولكن بعد ذلك بعده بيوم يعلن عسيري بأن هناك قصف صاروخي ومدفعي من اليمن وأن أنصار الله قد قاموا بخرج هذه الهدنة بعد يوم كامل من إعلانهم بأنهم من قاموا بخرج هذه الهدنة أو التهدية نعم طيب سيد العقلي نفس السؤال ما توصيفك الدقيق لما يحدث على الحدود محمد يعني إيش اللي قاله على أساس أنه يكون في نفس السياق لأن الصوت عندي ما يطلع صوت الأخ محمد ما يطلع عندي أرجو معالجة هذه المشكلة نعم في الكنترول تفضل سيد العقلي نعم أنا أعتقد أن الذي حدث على الحدود في واقع الأمر هو إجراء ميداني عسكري وليس سياسي وليس له بعد سياسي وبالتأكيد لا يصل إلى مستوى الصفقة السياسية كما يريد البعض أن يعرفها أنا أعتقد أن الوضع للحدود السعودي اليمنية خاصة ناحية صعدة كان وضع كارثي صحيا وبيئيا وكان يعني الجثث مترامية وكان هناك خطر صحي على المناطق الحدودية ومن الجانبين نعم إذن هو إجراء ميداني عسكري نعم سيد العقلي دعني أكتفي بهذا التوصيف الدقيق الذي طرحته سيد العقلي أشكركم ضيفي الكريمين سوف نبدي نقاشنا لهذه الحلقة على هذه الإجابات ولكن قبلها نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود للبديل بالنقاش أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين وبضيفي من بيروت ومن الرياض وأبدأ معك سيد البخيتي هناك من تساءل عن ما الذي دعا الحوثيون إلى لجوء إلى تفاهمات سرية مع السعودية بعد أن كان الخطاب الإعلامي لكم يتحدث عن انتصارات عسكرية كبيرة على الحدود في نجران وعسير والربوعة وغيرها نعم بسم الله الرحمن الرحيم عندما نراجع الحرب التي تورطت فيها السعودية أو الحرب السادسة كان هناك اتفاق سري وغير معلن بين أنصار الله وبين السلطات السعودية قضى هذا الاتفاق بأن ينسحب أنصار الله من داخل الأراضي السعودية في مقابل أن توقف السعودية عدوانها وقصفها الجوية على اليمن وهذا الاتفاق كان عبر وساطات قبلية أقصد في عام 2010 فربما تكرر هذا السيناريو لأن هناك حرج لدى السلطات السعودية بأن يكون هناك اتفاق معلن ويكشف حقيقة تمكن الجيش اليمني وكذلك اللجان الشعبية من التوقل داخل الأراضي السعودية ولكن الفرق بين هذا الاتفاهم أو الاتفاق وسابقه هو أن هذا التفاهم جزء أضف إلى ذلك أن في ذلك الوقت كان في عهد الملك عبد الله ونختلف أو قد نتفق مع الملك عبد الله في الكثير من الأمور ولكن هو التزم التزمت السلطات السعودية بقيادة الملك عبد الله في ذلك الاتفاق بينما لم نجد أي التزام لهذا الاتفاق لأن الآن من يحكم السعودية وكذلك أيضا الإمارات هي قيادات شابة ليس لها خبرة وليس لها تجربة ويتصرفون بتصرف مراهقي نعم أنا كنت أسألك نعم طالما والوضع على هذه الشاكلة كما تصف يعني ما الذي دعاكم إلى الذهاب إلى اتفاقية معهم سواء سرية أو معلنة وأنتم تحققون انتصارات عسكرية كما كنتم تعالون بشكل يومي في إعلامكم الحربي طبعا أختي الفاضلة نحن بالنسبة لنا نحن ننفتح على أي طريق الوقف الحرب على اليمن ووقف هذا العدوان حتى ولو كان بشكل جزئي على أساس أن تتبعه خطوات يعني هذا التفاهم هو ليس نهائي وإنما جزئي على أساس أن تتبعه خطوات الوقف العدوان بشكل كامل ووقف الحرب بشكل كامل طبعا بالنسبة لنا هذا موقفنا دائما يقول الله سبحانه وتعالى وأن جنحوا للسن فاجنح لها وتوكل على الله وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأم كان منهم فعندما قاموا بخيانة هذا الاتفاق ودفعوا بمئات المرتزقة للتوقل داخل الأراضي اليمنية إلى ميدي تكبدوا خسائر كثيرة حيث أن خسائر المرتزقة أكثر من ثلاثمائة قتيل خلال ثلاثة أيام نعم إذن نحن هذا منهجنا لا نرفض نحن نطالب ووقف الحرب طيب طالما أنتم تجنحون للسلم وتبحثون عن السنة وأن هذه الخطوة قاءت في إطار مساعيكم للسلام وإيقاف الحرب لماذا لم توقفوا الحرب في تعز طبعا الحرب الداخلية هي أصبحت جزء من العدوان الخارجي لأن الآن من يقاتل في تعز ضد الجيش اليمني واللجان الشعبية هي جماعات يأتي دعمها من السعودي وهذا واضح للجميع أيضا إدارتها من السعودية توجيهاتها من السعودية إذن هي امتداد للعدوان الخارجي ولكن نحن منفتحين على الحل لا يمكن الآن وقف الحرب الداخلية إلا بالاتفاق على وقف العدوان واتفاق شامل نعم سيد محمد نعم أنتم الآن تنفذون اتفاقيات وتفاهمات مع السعودية وتستمرون في الحرب مع طرف يعمل لصالح السعودية يعني تستعاملون مع الوكيد الرئيسي وتتركون الوكلاء الفرعيين دعني أنتقل بالسؤال الآن إلى السيد ألا عقيلي هناك من التساءل عن قرار وقف الحرب هل هو جاء من قبل الحثيين والحديث عن هذه التفاهمة الأخيرة أم كان قرارا سعوديا منا من الأخ محمد يعني أنه يتسم باللياقة السياسية ويعني يتورى عن إطلاق الأوصاف على القادة السياسيين ولا يليق بمثل هذا المنبر يعني إطلاق النعود غير الملائمة ثانيا أنه برد على السياقات التي جابها كلها الذي تحدث عن 2010 2010 الجيش السعودي طرد الحوثيين من جبل دخان وأجبرهم على الامتعاد عن الحدود وبذلك توقفت الحرب وأعلن الحوثيون التزامهم بعدم إطلاق النار ماذا عن الآن؟ وقد بدأت الحرب 2009 بهجوم الحوثيين على جبل دخان طبعا والجيش السعودي بمسؤوليته الوطنية والعسكرية دفاعا الأراضي السعودية اشتبك معهم على الحدود وأبعدهم عن الحدود هذا واحد اثنين عن عدم الالتزام في التهدئة الحالية في واقع الأمر أنه بواعث هذا الاتفاق بواعث إنسانية وبواعث صحية وبواعث يعني في مجملها يعني يعني رائدها الباعث الإنساني ولقد كان الحدود في واقع الأمر وضعها سيئة وكانت الجثث مترامية جثث الحوثيين وكانت في الواقع مصدر يعني للتلوث البيئي ومصدر تهديد خطير صحي وكانت المملكة في واقع الأمر استجابت لوساطات قبالية ومنطلاقا من هذه الوساطات تم الاتفاق على التهدئة وبالفعل قام الحوثيون بسحب جثثهم التي بالمئات ونزعوا الألغام التي يمكن من خلالها تقديم المساعدات الإنسانية وكذلك وماذا عن الطرف السعودي ما الذي استفدتموه أنتم من هذه التفاهمات نعم وفي واقع الأمر بالنسبة لنا هناك هدفان أولا الحوثي عندما هاجم الحدود السعودية أراد أن يجر الجيش السعودي ليكون جزءا من معركة من الحرب الأهلية اليمنية الجميع يعرف وبالتأكيد وبالذات المراقبون السعوديون يعرفون أن الجيش السعودي لم ينخرط في القتال الداخلي في اليمن واكتفى بالتغطية الجوية ضمن قوات سلاح الجو لدول التحالف واقتصرت المساعدات السعودية للجيش الوطني على التدريب وعلى الدعم اللوجستي ومساعدة الخبراء في النواحي التي يحتاجها الجيش الوطني الذي كان في واقع الأمر غير موجود في بداية الحرب لذلك كان من الأهداف الأولى أولا تهديئة الحدود وحصر الحرب في الأطراف اليمنية نعم تهديئة الحدود وحصر الحرب في الأطراف اليمنية هذا من جانبكم ومن جانب أيضا من الطرف الآخر سيد البخيتي وجدنا تهديئة في خطابكم الإعلامي تجاه السعودية التي كانت قبل أيام من خلال خطابكم تتعاملون معها كعدوان ومن ثم تحولت إلى الطرف السعودي هذا ما لاحظناه في خطابكم أيضا هناك من يرى بأنكم حريصون جدا على تهديئة على الحدود بينما تشعلونها في الجبهات الداخلية حريصون على نزع الألغام من الحدود السعودية بينما تزرعونها في الأراضي اليمنية أيضا حريصون على عودة الأسرى إلى الطرف السعودي بينما تحتفظون بآلاف المعتقلين اليمنين في سجونكم كيف ترد؟ طيب جيد من عيش توضيح هذه النقطة أولا لم يكن هناك أي انسحاب من طرف الجيش واللجان الشعبية من داخل الأراضي السعودية التي سيطروا عليها ولم يكن هناك أي نزل للألغاء هذا أولا ثانيا قضية تبادل الأسرى يعني الإعلام الموالي للسعودية قد أظهر وأن تبادل الأسرى كان 116 من أنصار الله في مقابل 9 سعودين وهذا غير صحيح والنسبة الصحيحة هو أسير واحد يمني مقابل 9 أسرى من الجيش السعودي هذه الأرقام والتصريحات قاءت على لسان ناطق الرسمي للجماعة محمد عبد السلام وأظن لا يمكنك إنكارها ونشرتها جميع القنوات والوكالات حتى قناة المسيرة أنا أقول لك أنه هناك فقط أسير من اللجان الشعبية الذي تم أسره على الحدود أما بقية الأسرى لماذا إذن يكذب أفحمد عبد السلام فقط أشترتهم السعودية من مرتزقتها نعم نعم تفضل طيب أخي أقول لك تفضل بقية الأسرى أشترتهم السعودية من مرتزقتها في مارب نعم والآن يعني المشكلة ليست عند أنصار الله نحن حريصين على استعادة أسرانا أينما كانوا نعم لأن هؤلاء أسرى يمنيين لكن المشكلة في مرتزقة السعودية في مارب طيب يا أخي أنتم أنتم سيد البخيتي الجيش واللجان الشعبية لحظة نعم بينما عندنا أضعاف أضعاف الأسرى أي أنهم لم يأبهوا لأسرهم المشكلة عند المرتزقة وليس عند أنصار الله نعم إذن أنتم أن تتفاخرون بأنكم تحتفظون بأسرى سعوديين وأيضا ومواطنين يمنيين بالآلف وفي حقيقة الأمر أنتم أطلقتم سعوديين وأطلقتم أمريكان لكنكم تتحفظون على المعتقلين اليمنيين بل تتحفظون عن أماكن تواجدهم يعني وأظن أن هذا أمر لا يدعو للفخر على أي حال دعني أنقل هذا الكلام إلى السيد العقيلي سأعود لك سيد البخيتي عقيلي إذن سيد البخيتي يتحدث عن خطاب عالي الآن حول العلاقة السعودية الحوثية يتحدث عن أن من تم تسليمهم هم مرتزقة تم شراءهم من قبل السعودية أيضا ذكر بأن الهدنة أساسا وهذا التفاهم تم خرقه في اليوم التالي يعني ما تعليقك؟ أنا ما أعرف يعني مصطلحات هذه حقة الأخ محمد مرتزقة مرتزقة أنا أعرف أن اليمنيين يعني كلهم وطنيون وكلهم يريدون تحرير وطنهم وإقامة الدولة والحكومة الشرعية وفي واقع الأمر أيضا ويتبع ذلك تنظيف البلاد من الميليشيات التي تتبع للقوى الخارجية وتنفذ هوامر المشاريع السياسية الأجنبية على أرض اليمن أما الكلام الدعائي الرخيص فأنا يعني لا أعترف به ولا أرد عليه ولا أعرف أن هناك أسرى يعني مثل ما أنا أسمع بالعشرات أو هذا وأنا في الواقع لملء الثقة بمصداقية البيان السعودي الذي أعلنته في الواقع قيادة التحالف وأنا متأكد أن المعلومات تقيقة جدا لأنه نشرت بالصور في الصحف السعودية والصحافة السعودية لكنه ينكر الآن أي نزع للألغام من قبل جماعته كما ينكر حتى إيقاف أو وجد أي تهديئة عسكرية على الحدود وفي الواقع التهديئة نقضت يعني استمرت التهديئة حوالي عشرين يوم وبعد أن انتشلوا حوالي سبعين جثة يوم السبت الماضي هاجموا عادوا للهجوم يبدو لي أنه كان هدفهم من التهديئة انتشال الجثة التي كانت بالمئات على الحدود وبعدما انتهوا من هذه المهمة يوم السبت الماضي عادوا للهجوم يوم الأحد على صامطة وعلى الطوال في منطقة جازان واليوم أيضا كرروا هجومهم على الربوعة وعلى المناطق في عسير وأعتقد أن التهديئة استخدمت لم تكن طويلة إذن هل نفهم من هذه التصريحات بأن هذه التفاهمات انتهت أن الاتفاق الحاصل الآن بين السعوديين وقبائل كما وصفتهم أنت من الطرف الآخر من الطرف اليمني انتهت؟ لا أنا لا أقول انتهت في الواقع الأمر التهديئة كانت أولا بتشجيع من الأمم المتحدة وبوساطة قبلية وكان يأمل الممثل الأممي أن تستمر لكن الحوثي خرقها وهو في الواقع يتعلل بأن السعودية استأنفت نشاط العسكري النشاط العسكري الذي استؤنف هو جزء من النشاط العسكري الداخلي للحكومة للجيش الوطني والحكومة وللمقاومة الشعبية في محافظة حجة وهذه ليست جزء من الأراضي السعودية وليست في الواقع الأمر للجيش السعودي نشاط فيها ولكن النشاط العسكري الذي جاء في منطقة حجة وبالذات في منطقة ميدي والتي تكبد فيها الحوثيون خسائر جسيمة هذه يبدو لي أنها انعكست عليهم بردود فعل سلبية وعادوا لاستئناف الهجوم على الحدود السعودية نعم إذن بالتحول لك من جديد سيد البخيتي صدرت تصريحات عن ولد الشيخ بأنكم ذاهبون إلى مشاورات الكويت في إبريل في العاشر من إبريل وأنكم قدمتم ضمانات للالتزام بالنقاط الخمسة التي ذكرها ولد الشيخ هل أنتم فعلا قادون الآن بالتراجع عن الانقلاب؟ طيب قبل أن نجيب على هذه النقطة أريد أن أعلق على كلمتك عندما تقولي طيب لماذا لا نكترث للأسرة الذي لدى أنصار الله من من يقاتلون مع العدوان والمتعاونين مع العدوان على اليمن السؤال هذا يوجه إلى أولئك المتعاونين هناك حرب في عدة جبهات في اليمن منها جبهات مارب بين الجيش واللجان الشعبية من جانب وبين المتعاونين مع العدوان من جانب آخر لديهم أسرة من الجيش اليمني واللجان الشعبية ولدينا أسرة منهم ولكن الأسرة التي لدى أنصار الله أكثر بكثير طيب هم لم يهتموا بأسرهم ذهبوا باعوا الأسرة الذين لديهم ولو أننا كنا قد تقاوزنا هذه النقطة لكنني كنت أسألك عن آلاف المختطفين من المدنيين من الناشطين السياسيين والصحفيين والخصوم السياسيين بالنسبة لكم والإعلاميين في طبيعة الحال كنت أسأل عن هذه النقطة واليوم بالمناسبة هي ذكرى السنوية الأولى لاختطاف محمد قحطان أين هو محمد قحطان ولماذا ليتم الإفراج عنه الأسباب إنسانية كما فعلتم مع الأسرة السعوديين يعني نقاشنا الآن هو حول قضية الأسرة وأنا أريد أن أكمل هذه النقطة حتى نهايتها السؤال الآن لماذا أقدمت هذه المرتزقة أو نقول المتعاونين مع العدوان على بيع الأسرة الذين لديهم للسعودية ولم يسعوا لفك أسرهم الذين لدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لماذا؟ لأنهم يعرفون أخلاقيات الجيش اليمني واللجان الشعبية أننا في النهاية سنطلق صراحهم حتى ولو بدون مقابل طيب قيد هذا جميل هذه من أخلاقكم ولماذا لا تطلقون المختطفين السياسيين أو حتى تعلنوا عن أماكن توقدهم طبعا هناك عدوان خارجي وهناك مقاتلين يقاتلون على الأرض وهناك متعاونين معه يعطون الإحداثيات يقومون بعمليات إرهابية داخل المدن فالآن المعتقلين الذين لدي الجيش اليمني وكذلك اللجان الشعبية هم في قضايا أمنية وليس في قضايا رائعة بدليل أنه الآن مثلا في السعودية لا يستطيع أحد أن ينتقد عصفة العزل أو هذا العدوان بينما في صنعاء هناك الكثير يا أستاذ محمد أرجو لا تخرج عن موضوع يعني أنت رجعت بنا إلى هذه النقطة وهي ربما نقطة مهمة أسألك عن الإفراج عن المعتقلين السياسيين والإعلاميين لديكم والذين لم تسمحوا حتى لأسرهم بزيارتهم منذ أكثر من عام أنتم الآن تتفقون وتعقدون صفقات للتبادل أسرى مع العدو أو ما تسمونه بالعدوان السعودي وتحتفظون بمرتزقته أين المنطق في الاحتفاظ بالمرتزق والتعامل مع البلد العدو بالعكس أختي الفاضلة تم إطلاق مئات الأسرى في مختلف الجباد من قبل أن صار الله وبدون مقابل عموانا لا أتحدث عن أسرى كنت أتحدث عن مختطفين السياسيين سيد البخيتي دعنا إلى النقطة التي كنا قد وصلنا إليها حول التشاورات الكويت وحول الضمانات التي قدمتوها لولد الشيخ للذهاب إلى المشاورات في إبريل القادم أولا حتى الآن لم يتم التوافق على كل لجندات الحوار القادم وهذا ما صرح به المتحد الرسمي باسم أنصار الله وينبغي أن يكون الحوار القادم من أجل تشكيل حكومة وحده وطنية لأنه إذا لم يتم تشكيل حكومة وحده وطنية بتوافق جميع الأطراف في ذلك القوة السياسية الآن الموجودة خارج البلد الموجودة في الرياض وكذلك الحراك الجنوبي فإن أي اتفاق يصمد لأنه عندما الآن نتحدث عن قضية تسليم السلاح أو الانسحاب من المدن من الذي سيم لأ الفراغ ولمن يسلم هذا السلاح نحن بالنسبة لنا في أنصار الله يسلم السلاح للجيش الوطني نعم يسلم السلاح للجيش الوطني والحكومة التي انقلبتم عليها أختي الفاضلة يعني الجيش يعني ما يمكن تسميته بالجيش الوطني هو الجيش اليمني الآن الذي يتعرض للقصف العدوان السعودي الذي يقصف تعز والذي يجتاح عدن نعم الذي يقصف تعز وعدن ومأرب والبيضاء هذا هو الجيش الوطني نعم الذي يقصف الآن يقصف في كله يعني اليوم أو أمس ارتكب العدوان جريمة بحق المدنيين حيث قصف سيارة في تعز نعم لن تسقط هذه القرآن بالتقادم على أي حال لا عليك أنت من أخطاء التحالف ممكن تجيبني عن ما يتعلق بقصفكم أنتم اليومي والممنهج للمدن اليمنية والمدنيين طيب أختي الفاضل مثلا بخصوص تعز من يعني من حول تعز إلى ساحة معركة وإلى ساحة حرب من أليس أولئك المرتزقة الذين يتلقون الدعم الجوي من العدوى ويتلقون الدعم المالي يا سيد محمد والسلاح من عدو خارجي تم اكتياح تعز فقط لأننا ذاكرة ناكرتنا لازالت يعني ليست مثقوبة تم اكتياح تعز قبل عاصفة الحزم بأيام تم اكتياح تعز في 21 مارس بينما كانت عاصفة الحزم بعدها بأيام أنت الآن كنت تتحدث قبل قليل عن حكومة وحدة وطنية حكومة وحدة وطنية مع من؟ طبعا لابد مشاركة كل الأطراف يعني الآن هناك أربع مكونات رئيسية في البلد عنصار الله وحلفائهم المشترك وحلفاء المؤتمر وحلفاء بالإضافة إلى الحراك الجنوبي الذي لا ينبغي إكساءه كما حصل في السابق وينبغي أن يكون حاضرا في أي اتفاق سياسي ولا يصح أن يأتي شخص ويمثله كهادي أو غيره يجب أن يكون ممثلا بشكل فاعل هذه الأطراف ينبغي أن تتفك على إذن أنتم ذاهبون للاتفاق والذهاب إلى شراكة مع حكومة وحدة وطنية مع من تسمونهم المرتزقة ومن تعتبرونهم دواعش وتكفرين وقمتم بهذه الحرب خلال العام عليهم دعني أنقل الآن هذا التساؤل إلى السيد العقيلي يعني ما هو تعليقك على تصريحات ناطقي الميليشية بشأن الحكومة الوحدة وطنية قبل الذهاب إلى أي مشاورات وهل تعتقد كما يرى المراقبون أو تتفق مع ما يقوله المراقبون بأن هذه التفاهمات التي حدثت على الحدود هي ما قوت ورقة الميليشية وقالتهم يرفعون سقف الخطاب إلى هذه الدرجة لا أعتقد أنه التهدئة يعني كنا نعتقد أنه هذه ممكن أن تكون يعني تمهيد جيد لوقف اطلاق النار في اليمن كله وبالتالي إبرام حوار سياسي موضوعي وجاد في اليمن ولكن يبدو من كلام الأخ محمد البخيتي ومن الممارسات الإنقلابيين على الحدود السعودية وممارساتهم في تعز وفي بعض المناطق الأخرى أنهم لا ينوون إحلال السلام في اليمن ولا ينوون ترك السلطة للدولة والحكومة الشرعية وحسب ما أسمع الليلة أنهم رايحين للكويت يشكلون حكومة وحدة وطنية مثل ما يبغى زميلهم في بغداد القاتل بشار الأسد الذي يقول أنه يريد حكومة وحدة وطنية مع ضحاياه وهذا نفسه السيناريو لأنه كلا الطرفين في الواقع يتلقى السيناريوهات من عاصمة إقليمية معروفة لها مشروع في المنطقة ونفس الأفكار التي ترسلها إلى دمشق ترسلها إلى الإنقلابيين في صنعاه شكلوا حكومة أنا أعتقد هذه الروايات وهذه الأفكار وهذه الآراء لن توصل اليمن إلى السلام ولن تحقق الأمن ولن تعيد لليمن حكومة الشرعية وقيامة دعنا نشرك صوت الشرعية في هذه الحلقة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الرياضة السيد محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية وعضو المشاورات القادمة في الكويت مرحبا بك سيادة المستشار سيد محمد يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة المستشار مستشار رئيس الجمهورية السيد محمد موسى العامري أنتقل إليك سيد محمد البخيتي هناك من التساءل عن غياب المخلوع الصالح وهو شركة كومة في الإنقلاب عن المشهد خلال التفاهمات الأخيرة وتصريحاتكم الأخيرة هل هناك فعلا خلاف حادث داخل حلف الإنقلاب لا يوجد خلاف في قضية مواجهة العدوان وهناك اصطفاء بين القوى الوطنية لمواجهة هذا العدوان ولو كنا نختلف في بعض الأمور مع المؤتمر أو غيره من الذين الآن يقفون ضد هذا العدوان هذا من ناحية من ناحية ثانية كلام الأخ من السعودية يعتبر أن كلامي عندما قلت لا بد أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية تستوعب جميع الأطراف المتصارعة الآن في اليمن يعتبر أن هذا فكرة أتت من الخارج وأن هذا يعني أننا لا نريد الحل يعني هل هذا منطقي أن الطرف الذي يريد شراكة الجميع بما في ذلك العالم لأنه الآن هناك حالة إنقسام سياسي في البلد نعم هناك أطراف الآن تقف إلى جانب هذا العدوان وتقاتل إلى جانب هذا العدوان ونحن في الصحيح نقول أنه مرتزقة وهذا الشيء صحيح يعني إذا لم يكن هذا هو المرتزق فمن هو المرتزق نعم لكن مع ذلك ولماذا هذا الإنقسام يطرون علينا نفس النعود نعم لماذا هذا الإنقسام في المشهد السياسي وما الذي دعا اليمنيون والرئيس اليمني لمساعدة بلد الجار أو طلبة الدعم من السعودية يعني رئيس جمهورية تم ملاحق محاصرته في منزله ووضعه في الإقامة الجبرية وأيضا الحكومة أيضا وضعت تحت الإقامة الجبرية ثم تم ملاحقته إلى عدم بالطائرات إلى المعاشيق لقتله ماذا كنت تنتظر يعني هل كنت تنتظر أن يسلم لكم رأسه وتستلمون السلطة بهذا الشكل هل كان هناك خيار آخر لدى الرئيس هادي غير الذهاب إلى الجيران لطلب الدعم والمساندة لإنقاذ الشرعية في البلد طيب أنا سأأتي إلى هذا الموضوع بس أكمل الموضوع لأن هذا قضية الشرعية ليس لدينا واقع طويل أيضا 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 هم يتهمون أيضا هم يتهمون نفس الاتهامة طيب هناك الآن في البلد حالة انقسام سياسي هذا موجود وقد استغلت السعودية هذا حالة الانقسام من عجل أن تتدخل ليس من صالح الأطراف الآن موجودة في الرياض وإنما من عجل مصالحهم ومن عجل تدمير اليمن وهذا ما يحصل بالفعل لكن مع ذلك نبقى يمنين وهم يمنيين ويجب في النهاية أن يكون هناك حل ويجب أن نتفق غير هذا ستمر للصرع حتى مع الآن من نتصرع ومن نتكاتل معهم والطرف الآن الذي يصر على الانفراد بالقرار السياسي هو من يتحمل مسؤولية كل الضحايا أنت تقولي الآن في ضحايا في تعز نعم كل التداعيات التي تحصل في اليمن هي نتيجة لغياب الحل السياسي نتيجة لغياب الاتفاق السياسي الذي يستوعب جميع الأطراف طيب نحن كنا في حل سياسي سيد محمد يا سيد محمد نعم نحن كنا في حل سياسي وكنا في حوار وطني في أتمر الحوار الوطني وخرجت جميع الأطراف السياسية اليمنية بوثيقة الحوار الوطني وأيضا تحت السلاح تم توقيع الاتفاقية السلم والشاركة كل هذا أنتم نقضتموه وذهبتم للحرب وتحدث الآن عن حل سياسي بعد عام من الحرب والاقتتال والضحايا أهلاف القتلى والقرحة والمصابين والدمار والمختطفين أي حل سياسي بعد عام من الحرب طيب طيب من عطل توصل إلى حل سياسي من عطل بعد أن قدم هذه استقالته نعم والحكومة قدمت استقالتها نحن استجدينا حكومة بحاح بأن تستمر كحكومة تصريف أعمى لكنه رفض أيضا هذه راجعنا لمدة أسبوع بأن يعدل عن استقالته وأن يستمر حتى يتم اختيار رئيس توافقي بديل لكنهم أصروا على استمرار حالة الفراغ في السلطة التنفيذية طيب بعد ذلك أي فراغ سيد محمد أنا لا أفهم لا أفهم عن أي شيء أنت تتحدث هو رئيس جمهورية وهناك كان سلطات تنفيذية موجودة سد فراغ أي فراغ يسده أنتم دخلتم إلى صنعاء وأقتحمتم صنعاء وأيضا استوليتم بالتعاون مع المخلوع صالح على كل المؤسسات العسكرية والمدنية ستتحدث عن فراغ تنفيذ أي فراغ تنفيذي طيب أختي الفاضلة استقالة الجميع يعرف في العالم كل أن هذه قدم استقالته وكذلك الحكومة وتم الإعلان عن هذه الاستقالة في قراءة الجزيرة كأول قراءة نعم تم تراجع عن هذه الاستقالة وهي يا سيد الاستقالة هي تمت تحت الضغط وتحت الإقامة القبرية والعالم كله يعرف هذه الحقائق وتم التراجع عن هذه الاستقالة التي لم تقبل أساسا من مجلس النواب ولم يعقد في مجلس النواب أي اجتماع لقبول الاستقالة بحسب الدستور دعني أنتقل بسؤال الآن إلى السيد العقيلي سيد العقيلي هل تعتقد بأن هذه التفاهمات مع ميليشيا الحوثي مفردين كما ذهبتم إليها مع عدم موجود أي صوت للحكومة يمكن أن تقوي موقفها في المشاورات القادمة أم أنها يمكن أن تضعف موقف الحكومة أين فعلا أين موقف الحكومة من هذه المشاورات وهل هناك فعلا طعنة كما يقول البعض للشرعية في ذهابكم مفردين لتفاهم مع الحوثيين أولا الإنقلابيون ليسوا أقرب إلى الرياض من الحكومة الشرعية ومن الجيش الوطني الذي تلاحمت دماؤه مع دماء الجيش السعودي بفاعا عن عروبة اليمن وعن استقلال اليمن وسيادة اليمن وعن الأمن القومي العربي في جنوب الجزيرة العربية أمام التدخلات الأجنبية هذا أولا ثانيا لم يكن هناك أي ملمح أو أي فكرة لتسوية سياسية مع الحوثي الوضع الحدودي كان كارثي من الناحية البيئية والصحية والعفن والأمراض كلها وكان فيه تهديد خطير جدا للجيش السعودي وللمناطق الحدودية اليمنية والسعودية نعم إذن أسباب صحية وبيئية هو منطق غير مقبول كثيرا سيد العقالي سيد محمد البوخيتي سؤال أخير لك إذن هل نستطيع أن نقول بأن التناقض بين تصريحات ناطق الرسمي لكم وبين تصريحات ولد الشيخ بأن ولد الشيخ مثلا يكذب بأنكم ذاهبون فعلا إلى هذه المفاوضات أم أنه خدع مرة جديدة من قبلكم بتطمينات أنتم تتراجعون الآن عنها في أقل من دقيقة لو سمحت في جنيف واحد وجنيف اثنين ولد الشيخ نفسه أعترف بأن سبب فشل جنيف واحد وجنيف اثنين أنه لم يتم الاعداد له بشكل جيد رغم أنه كان قبل كل مؤتمر كان يقول أن كل شيء تمام وأن الأمر تستطيع في التجاهة الصحيح إذن هو يتحمل مسؤولية هذا الجانب أيضا الأخ من السعودي عندما يتكلم أن المشكلة في الحدود هي مشكلة صحية يعني هذا الشعب السعودي سيقول عالم كله سيضحك على كلامه أيضا عندما يتحدث عن جيش وطني كيف نسمي مجموعة مرتزقة قيادتهم في السعودي إذن أنتم لن تذهبون إلى مشاورة الكويت أنتم لن تذهبون إلى مشاورة الكويت حتى الآن لا شوفي حتى الآن لازال هذا موضوع تداول ولم يتم الاتفاق على كل الأمور كما ذكر ولد الشيخ نعم أشكرك جزيل أشكر سيد محمد البخيتي القيادي الحوثي وكما أشكر أيضا من الرياض كنت معنا من بيروت أشكر أيضا من الرياض كان معنا الباحث والكاتب السعودي سليمان العقيلي أشكركم أيضا عزيزي المشاهدين في ختم حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر وفريق الإعداد أسامة القطيبي وعصام القيسي وكافة الفريق الفني البرنامج ألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد في عمالله المترجم للقناة المترجم للقناة